اللامع الأستاذ نمروت سليمان شكراً استاذ نينوس مولي أنك جبني لهون لأنه أنت وراء كل هذه الندوات بالمناسبة نينوس نيراري ليس شاعراً قومياً آشورياً بل هو شاعر المرأة إنه نزار قباني الآشوري تمر اليوم الذكرى الرابعة لرحيل الشاعر القومي الآشوري لرحيل الصحف الوطني لرحيل الإعلامي المتمرس والاستفزازي هذه الذكرى أيها الإخوة ليست من أجل إثارة المشاعر والعواطف من أجل المزيد من البكائيات والتأتاءات والآهات ليس الهدف منها هذا هدفها إثارة العقول واستفزازها لماذا؟ كي تسعى إلى تحقيق الأهداف القومية والوطنية التي آمن بها بير شمعون وأمثاله من النخط أيها الإخوة الأمة مثل الإنسان لا تستغربون لها روح وجسد جسد الأمة شعبها روح الأمة بالمعنى البيولوجي المادي وليس بالمعنى الديني هي النخب علماء مبدعون فنانون شعراء رسامون صحفيون أعلاميون هؤلاء بكل أنحاء العالم هم وراء هذه الحضارة وليس غيرهم ولولا هم لا وجود للبشرية تعلمون من اخترع الكهرباء وتعلمون من اخترع كل شيء ومن اخترع الطائرة يعني هذا العالم يعيش بفضل النخب وليس كما يشاء بفضل القادة الأوروبيون عرفوا قيمة النخب لذلك ساهم النخب في تحويل أوروبا من عصر الظلمات إلى عصر الأنوار لذلك تحولت أوروبا ومعها أمريكا إلى ملجأ لكل متهد بالعالم بفضل النخب الأوروبي في الشرق الأوسط لا يوجد دول في الشرق الأوسط يوجد أنظمة والأنظمة عدوها اللدود النخب أمثال بير شمعون وغيره لذلك يحاربون النخب مما أدى إلى فسح المجال أمام كل أنواع الدكتاتورية العسكرية والدينية والسياسية لذلك هذه الأمة العربية فسحت المجال لكل أنواع الإرهاب انظروا ماذا يجري في هذه الأمة كم يقتل المسلم من المسلم والعربي من العربي لأن النخب أمثال بير هم الذين يفتحون بوابات المستقبل الأمة العربية ومعها الآشورية يعيشون فيما يسمى بالنكوس التاريخي لا يستطيعون دخول المستقبل لأنهم حاربوا نخبهم أولئك الذين يفتحون بوابات المستقبل لذلك تحولتها الأمة العربية والآشورية إلى كعكة يتقاسمها الخصوم والعداء يا أخوان هل نحن إذا فقط كأمثلة على النخب مثل بير وأمثاله العالم المصري الذي حصل على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1999 وتوفى في 2 آب 2016 المرحوم أحمد زويل قال هل تعلمون من هو شو السبب نجاح الأوروبيين والأمريكان من وماذا قال يدعمون الفاشل حتى ينجح وهل تعلمون من هو وراء فشل الأمتين العربية والآشورية لأنهم يحاربون الناجح حتى يفشل لذلك هذا المصير الذي نلقى في الأمتين هو نتيجة طبيعية لمقدمة مثلها طبيعية دعوني أقول لكم كيف قيموا النخب عندما توفي جبران خليل جبران عميد النخب العربية جاء صديقه ميخايل نعيم ووقف على ضريحه وابتدأ خطابه بالآتي اسمعوني جيدا أيها الإخوة قال أكره ثلاثة الله والأرز وجبران لماذا؟ لأنهم الباقون وأنا الفان هذه النخبة المميزة أخذت صفة الأبدية وهكذا يجب أن يكون لذلك النخب لا تموت مثل ما قال العبقر الفذ ميخايل نعيم أيها الإخوة كل الشعب الإنجليزي قد ينسى ملوكه وزعمائه ولكن لا يستطيع أي إنجليزي أن ينسى وليمش كسبية وكل الفرنسيين سينسون قادتهم من ديغول إلى ماكرون ولكنهم لا يستطيعوا أن ينسوا جان جاك روسو وفكتور هيغو كل العراقيين يستطيعوا أن ينسوا كل زعمائهم ولكنهم لا يستطيعوا أن ينسوا بدر شاكر السياب وأمثاله ونظم الغزالي وهكذا السوريون لا يملكون المقدرة على نسيان جبران خليل جبران هل يستطيع مصري أو عربي أن ينسى أم كلثوم وطا حسين وأحمد شوقي لا لذلك نحن أيضا لا نستطيع أن ننسى بير شمعون وقبله هورمس آبونا أيها الإخوة أيضا كان أعلاميا أريد أن أتحدث عن الأعلام بدقيقة واحدة الأعلام منذ الأزل لعبات دورا أساسيا في المسيرة البشرية ولكن في هذه المرحلة لأن لكل مرحلة ميزات هذه المرحلة بفضل التطور العلمي التكنولوجي تحول العالم إلى قرية صغيرة قرية كونية صغيرة الإعلام يقوم فيها بدور الإمبراطور هي الإمبراطورية الكبرى أقوى من الإمبراطورية العسكرية ونحن كشعب آشوري وإذا بدك تسميه المسيحيين ولو أن التسمي بالمعنى السياسي ليست صحيحة المعنى الآشوري له مدلول قوبي ولكن المسيح له مدلول ديني حقوق الآشوريين موجودين في المرحلة الآشورية ولا حقوق لهم بالمرحلة المسيحية هذه حقيقة وإن كانت مرة للبعض ولكن بالمنطق السياسي هكذا هي من هذا المنطلق أسمح لنفسي أن أقترح على المجلس القومي الآشوري وهم كلهم من الأصدقاء أن يخصصوا يوما واحدا في العام فيلقبونه بيوم النخب الآشورية ويدعون إليه كل مهتم بالثقافة الآشورية والحضارة الآشورية أمثال خزعل الماجدي الذي ألف 11 كتاب حول الحضارة الآشورية وله مجلدين حول ذلك وأنتم تعرفونه يستطيع هذا المجلس أن يدعو سنويا هؤلاء النخب أطلب منهم وأرجوهم أن يخصصوا يوم اسمه يوم النخب الآشورية وهذا قيمة لهم كبيرة وكبيرة جدا وشكرا لكم شكرا